اهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام عبر شاشة قناة الشارقة الفضائية في هذا الحوار الخاص الذي نجري على همش ملتقى قادة الاعلام العربي هنا في الشارقة متابعين ضيفنا اليوم هو السيد فيصل الشيخ المدير العام للإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو أيضا كاتب عمود سياسي في مملكة البحرين أهلا ومرحبا بك ضيفا في الشارقة وضيفا في الملتقى وأيضا ضيفا في هذا الحوار طبعا أرحب فيكم أول شيء وأشكركم على الترحيب الحار ويعني هذه تعودنا دائما من الأخوة القائمين عن الإعلام في إمارات الشارقة جدا أنا سحيد بحضور الملتقيات التي تقام هنا خاصة الملتقيات الإعلامية والثقافية نحن نعتبر الشارقة منارة ثقافية الإعلام الخليجي ونسعد دائما بالمشاركة فأنا ما أعتبر روحي ضيف عندكم أنا بالعكس من أهل الدام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالنسبة لمشاركتك في ملتقة قادة الإعلام العربي الملتقة يحمل هذا العنوان الكبير حقيقة واقع الإعلام العربي واقع يعني يقسم على الإذاعة والتلفزيون والصحافة والآن الوليد الأحدث والجديد الإعلام الرقمي كيف ترى واقع الإعلام العربي عموما ومن ثم سندخل في التفاصيل نرى لما نتكلم عن واقع الإعلام العربي هو ما بيختلف عن كثير عن واقع الإعلام العالمي أو الغربي نحن في النهاية جزء من منظومة عالمية ونحن دائما نقول لحن اليوم قرية واحدة فما يحصل في المجتمعات الغربية التي ممكن تكونها أحيانا لها السبق في عمليات التطوير والتقدم من الإعلام يتأثر فيه بالضرورة هناك تحديات كثيرة الواقع اليوم نتحدث في 2018 يختلف عن واقعنا قبل 2011 قبل عقود ماضية هناك تطور الإعلام لا يوقف بعد برحلة بالأكس يتقدم ذكرتي وصال التواصل الاجتماعي مثلا الإعلام الجديد هو العضو المشاغب الجديد في العائلة نعم بالضبط والذي صاير يعني العضو الصغير اللي قاعد يشاغب الكبار صحيح فبالأكس فيه تحديات كثيرة المنتدى كان مليء بالشجون والهموم والتحديات وكانت طريقته جدا ممتاحة يعني لأول مرة يمكن أحذر ملتقة يقام بهالسطوب ما بي أنا أحرق عليك المراحلة يمكنت عدت محاور لكن استمتعنا اليوم بالجلسات وكانت تفاعلية وفيها مواضيع جدا شفافة أيضا الحلو في الموضوع أن الدعوة اللي وجهت للأشخاص الحضرين أن كلهم معنيين بالإعلام كل واحد من خرط في هذه المجال لسنوات في هناك ما شاء الله يعني أساتذة كبارة يعني انك أصار لهم فوق الثلاثين سنة فهذه احنا قاعدنا نتكلم عن عصارة خبرة ونتكلم عن أجيال يعني عاشت القديم وحاولت تتأقلم مع الجديد فبالتالي يعني مرت بمراحل مختلفة حلو أنك تشوف رؤية الشخص سنقول المعتق أو المخذرم صحيح باللي قاعد يصير اليوم اليوم عندنا وسائل التواصل الاجتماعي أبرزلت لنا ناس مؤثرين على مستوى أستشف أن هذا هو كان همك اللي طرحت في الملتقة مو قضية هم بالعكس أنا اليوم حسيت أنا ممكن آخر واحد تكلمت تعمتنا تكلم في آخر جلسة بعد ما شفت الطرحات اللي طرحوها الزملاء وكنت أكتب يعني يعني كثير من النقاط الجدلا يعني حلوة ترحوها وهموم يعني منبر لتبادل الخبرات أيضا لاحظ شي واحد أنه بالفعل الإعلام الجديد اليوم أول السوشيال ميدي كان يمثل هاجس ويمثل تحدي والبعض اعتبره أنه يمثل خطورة شلون أنت عامل معه تختلف المدارسين وتختلف القراءات وشلون هل أنا هل هو تهديد الثرات بالنسبة لي أو هل هو أداء أنا أقدر أستخدمها أو هل أنه مجال أن أنا أقدر أدخل فيه وحاول أحركه ووجهه واستفيد مثل ما أنا يعني كدوري كأعلام أن أنا أصنع يفترض أن أنا أقود الرأي العام دائما نقول أنت الإعلام أنت كصاحب رأيي أنت يجب أن تقول الناس صحيح لا يجب أن تنقاد بالناس صحيح إذا أنت اليوم كوسيلة إعلامية خضعت لأراء الناس المتشاعبة أنت بتضيع أن تكون واحد من الناس غير لما أنت تحاول تتوجه تحاول توعي فبالتالي أنت المنبر الذي يتبعونك أنت الناس الذي ترى ظلتهم موجود فيك بعد أن اسمه وسائل تواصل يعني من الاتصال من التواصل حتى نحن عندنا في الشارجة تجربة جدا جميلة في مسألة تفعيل التواصل الحكومي لا يوجد باب بين المسؤول وبين المستهلك أو بين القادة وبين الشعب التواصل الحكومي مفتوح وأيضا تم تفعيل المنصات بشكل جدا جميل فكيف تضر لهذه التجربة على مستوى الخليجي والعربي شوفي اليوم يعني معلش أنا بهايبها لمثال خليجي حلو ساعة نقوله إذا مطاعك الزمان طيعة بالضخرة واليوم وسائل الإعلام لما تدخل عندنا وسائل تواصل اجتماعي أنت اليوم هذه واقع فرض عليك قسرا حتى لو أنتم مبعاجبك لكن يجب أن أنت تسايرة تسايرة وتستفيد منه لا تتعامل معه بامتعاض ولا أنه عدو أو أنه تهديد أو لا فبالتالي بدليل أنتم ممكن تشوفين اليوم يعني قادة الدول المجلس تعان المسؤولين حتى تفعل مستوى العالم تلاقينا حساباتهم في تويتر موجودة الجهات الحكومية صارت لها حسابات في تويتر وتهدد أيضا وسائل الإعلام التقليدية نعم المنظم يعني نحن عندنا يعني أول حكومة في العالم حكومة ذكية تعلن تشكيل وزاري عن طريق تويتر صحي فهذا أندل على فعلا أن وسائل تواصل اجتماعي لها أهمية كبيرة حاليا وتجاري يعني تنافس الإعلام شنو هدف الإعلام هدفه هو وسيلة أخبار أخبار بالمعلومات هدفه بث يعني أو حملات توعوية للناس يصار رسائل معينة فأنت اليوم إذا بتعتمد على الإعلام التقليدي البعض بينتظر الجرائد الثاني يوم يقرأ فيها الأخبار أو ينتظر نشرات ساعة 12 أو ثلاثة أو ثمانة أو غيرها لا اليوم أنت أسرع طريقة أنه أنا أوصل للشخص عن طريق مثلا وسائل التواصل لما أنا أعلن مثلا خبر معين عاجل في تويتر من حساب رسمي موثق مثلا حساب مثلا وزارة الخارجية أو وزارات الداخلية أو حساب مرتبط مثلا بديوان الأميري نعم تبلماسية رقمية هنا بالتحديد فأهنيئ الناس تستقي أخبارهم وزارة التواصل فبالتالي لما يوصل لنشرة الأخبار أو الجريدة الثانية فهو عارف كل شيء صاير في المجدد كنا نقول حتى مثلا الجرائد اليوم صار له تحدي جدا عنيف هذا محور مهم جدا نطرق له لاحق أن كونك كاتب عمود سياسي وأيضا لك باع في الصحفة البحرينية دعونا نطرق للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدور الإعلامي الكبير التي تلعبها إلى جانب أجهزتها المختلفة يعني شو أبرز استراتيجية الأمانة من الناحية الإعلامية باستراتيجية المشتركة التي تجمع دول المجلس نعم أولا في البداية أول شيء نحن نحتاج أن الناس تعرف شنو معنى الأمانة العامة لمجلس التعاون نحن نتكلم عن منظومة خليجية وكان خليجي أسسوا قادة الخليج الله يحفظهم ومنهم قادة يعني الله يرحمهم وبالعكس قال لهم بصمة وأثر كبير والحلو أنها كانت الانطلاقة من أرض الإمارات نعم كانت من أرض الإمارات وبوجود الله يرحمه الشيخ زايد الشيخ الإنسانية منظومة مجلس التعاون هي وجدت أن عندنا إحنا كيان كدول بيننا ترابط وبيننا قواسم مشتركة وكان الأمل فيه أن هي دائما تعمل على إبراز العمل الخليجي المشتركة طوار 38 سنة تحقيقت كثير من الإنجازات وما أبالغ لما أقول كثير نعم ويشوف المخرجات ويشوف التوافقات صارت فيه لجان مختلفة يعني أنا كلمة جلعين وفي عندنا لجنة خليجية لوزراء الإسكان موجودة قاعدت تعقد فيه دولة الكويت دولة الرئاسة حاليا جميل ففيه مخرجات أنتجت عنها تشريعات وحققت كثير لدول مجلس التعاون أهني أنت بتكلميني عن الإعلام صحيح أحيانا أنت لما تكون عندك منظومة قاعد تنجز وقاعد في لها إنجازات تتمس حياة الناس منظومة جغرافية الممتدة وشاملة وواسعة يعني جدامكم مهمة لم يوصل مثلا المواطن الخليجي أو الشخص المعني بهالمنظومة هي مرحلة أو هو يقول إنسي أنا شونه استفد هل أنا مستفيد هني في خلل الخلل وين هل نلوم المواطن أنا دائما أقول لا المواطن لا يقع عليه لوم أبدا صحيحنا نقول أنت بعد يا مواطن مطالب أن تبحث وتدور وتشوف وإذا عندك تسؤالات تعال اليوم عندك النت والفضاء الواسع هذه لكن بعد هذه ما يعفي الجهات المعنية بالإعلام بالقيام بدورها اليوم كأمانة عامة كقطاع إعلامي في الأمانة عامة دورنا اليوم الرئيسي هو اليوم أني أوصل لكل مواطن خليجي وأقول له هذه المجلس مجلسك هذه الإنجازات التي تحققت كيف توصلون لها؟ شو المنصة الأبرز التي يعني تشوفونها هي التي توصلكم مباشرة للمواطن الخليجي أنا مسكت القطاع الإعلامي من سنة ونص بعد عملية هيكلة طالت الأمانة بتوجيهات صاحب الجلال والسمو والقادة فكانت صارت الإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي تم إدخال مفهوم التواصل الاستراتيجي لأول مرة في القطاع الإعلامي عندي طبعا إدارات تحت القطاع إدارة الأخبار والانتاج الإعلامي التواصل الاستراتيجي وكالات الأنظار إدارة الإعلام في كلها تفرعات تدخل مع بعض غير إدارة المطبوعة والنشر وغيرها المين تارجت والهدف الرئيسي اللي عندنا هو أول شيء إبراز إنجازات الأمان بحيث توصل للمواطن الخليجي ويعرف شنه تحقق له وشنه أشياء ممكن موجودة على الأرض لكنه ما بعارف عنها فما بقادر يستفيد منها لأن ليش ما بعارف لازم أنه وصل له واشرح له يا فلان ترى عندك هذه المنافع وهذه المكاسب طبعا في جانب آخر أنت معني بتغطية كافة الأنشطة اللي من ضمن الأمان الحامة كمنظومة من ضمن الأجهزة الخليجية معات القمم الخليجية الجلسة تنفيذية نعم اللي تابع حتى الأمانة الأجهزة خليجية أنا أتكلم يمكن اليوم عن قرابة أربعين جهاز خليجي من مكاتب خارجية تابع الأمانة من أجهزة خليجية الآن بتكون تحت مضلة مسؤولية عظمية على عتقكم حقيقة فأنت اليوم كقطاع إعلامي اليوم عندك رصيد إنتاج إعلامي لا يتوقع أنا أكلمة عن أمس بشارج لكن يمكن بثلنا أمس أكثر من ثمانة أخبار وبثلنا أخبار طبعا معالي الأمان عام موجود في الاجتماع الجامعية العمومية في نيويورك وفي اجتماعات وكثير يعني منها المتدولوجي شنو الطريقة احنا قبل نتكلم عن الإعلام التقليدي تقليدي صحف إذاعة تفزيون أخبار تطلع بروس ريليزز تروح لوكالة لمباء والحلو في منظومة ما الاستعاون يعني طبعا عندنا لجنة تتبعنا يعني في قطاع الإعلام اللي هي لجنة اللي هي وكالة لمباء في اتفاق حلو بين وكالة لمباء الخليجية أن أي خبر يطلع من الأمانة العامة تأخذ الوكالة وتبثها على أساس كأنه خبر صادر منها بالتالي ينشر في عموم صحافة صحافة خليجية جميع الوكالات متعاونين ويانا لله الحم هذه كانت طريقة تقليدية أنت بتبث الخبر في الوكالة الوكالة بتنشرها تأخذ الصحف بتنزله ممكن بعض التلفزيونات القليجية تجتهد وتأخذ الخبر وتحولها إلى ريبروتاج تلفزيوني ممكن مع صورة أو شيء نفس ما يعني الأخبار للصيف الأخبار لكن أنتم ما تبحثون عن التقليدية أي اليوم أنت عندك تحديدي عندك تواصل اجتماعي وهي أسرح طريقة أن أنت تواصل للناس وسائل التواصل اليوم أنا ما أنتظر الجريدة تنشر لي بكرة ما أنتظر نشرة الأخبار تحط لي أو ما تحط لي أو تقدر هو قيمة الخبر اليوم عندك منصاتك اللي في التواصل اجتماعي عندك أنت اليوم تويتر وعندك شريحة متابعين كثيرة لكن هذا أيضا يعني ما يلغي دور الإعلام يعني ما يلغي دور الصحافة التفصيل أنت شوف القديم لا يمكن تلغي لأن فيه العراقة والأصالة صحيح أنا دائما نقول ساعات مثل الخطوط المهنية السياسات الموثيق يقول لك أنا أفضل أقرأ كتاب بالPTF بالآيفون بالآيباد بأي وسائل أي يعني الألواح الذكية لكن يطلع لك واحد يقول لك في النهاية لا طعم لا طعم الورق طبعا ما نستغني عن دعم أجهزة تلفزون الخليجية والإذاعات وهذه الأمور كلها لكن بعد صار فيه تفعيل حق مثلا حساب الأمانة للإنستجرام حسابات تويتر طبعا ما عندنا فقط حساب الأمانة العامة حساب واحد عندنا حساب لغة العربية حساب لغة الإنجليزية غير حسابات الأجهزة الخليجية تابعة للأمانة حسابات موثقة وهي أيضا تنشر أخبارها وتنشر نشاطاتها نحن ننقل عنهم بحيث نروج حقل الحساب والناس يتعرفوا ما يحدث مثلا عندنا في الإمارات جهاز الشرطة الخليجية للتو أنشأوا حساب في تويتر وإن شاء الله نحن قريب نزورهم نقعد معهم نرسم استراتيجية إعلامية كيف التعامل مع الجمهور كيف تفعيل حسابات تواصل استراتيجي خاصة حسابهم في تويتر وعلى هالمنوال كثير من القطاعات الميزة في وسائل التواصل اليوم أنه أنا أقدر أبعث لك لينك لينك بسيط على الواتساب أحطه في تويتر ويأخذك هاي لينك يدخلك مثلا قناة اليوتيوب فأنت تقدر تشوف الأخبار إنستنتين في نفس الوقت أحيانا نستخدم طريقة البث المباشر لأي فعاليات اليوم عن طريق التويتر ولقيت وأثرها وانتشارها الواسع طبعا الكل يتفاعل يعني اليوم أنا أعطي مثال خبر ننشره مثلا نبثه في الوقان ينشر في جريدة كم على القراءة حتى صعب قياسه لأنه ما تقدر تقيسه صحيح لكن خبر مهم مثلا حطه في التويتر شوف عدد الريتويت شوف عدد الامبرشن للنص اللي دخلت عليه يعطيك للتويتر نفس الاحصائيات شخص شاف الخبر مو شرط نسوه لريتويت بضبط مفصلة كم واحد ضغط اللينك بريت فاليوم أنت عندك وسائل قاعد تخدمك موجودة بكل تسهيلات ببيت القصيد والفيصل في الموضوع أن أنت شلون تستخدم هذه الوسائل اللي صالحي كنت يعني من ضمن النقاشات اليوم في الجلسات قضية شلون نقدر نستفيد من هذه الوسائل هل هي تهديد لنا أو أدوات نقدر نستخدمها كل شيء لجانبين جانب إيجابي وجانب سلبي الذكاء أنت شلون تتعامل مع هذه الأداء والطول اللي عندك بطريقة إيجابية بحيث أنه يتوظفها لتخدمك خلنا شوين لمس شجون الجيل الماضي تذكر فتح يا سمسم طبعا سلامتك نعم وينها؟ وين راحت هذه النوعية من البرامج التي تركت أثرها على مدى أجيال متعاقبة دائما هي تصدر من الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي طبعا نفتقد هذه النوعية من البرامج حقيقة اللي كانت تقوم على الإنتاج المشترك ما بين دول الخليج يمكننا نجي لتربع لفتاح يا سمسم ببطاب شوف المؤسسة تنتاج برامجي المشترك المقرها في الكويت وطبعا على رأسها أخونا العزيز الأستاذ المخضرم يعني علي الرئيس مدير عام المؤسسة طبعا هي كجهاز خليجي يمكن أنشط قبل الأمانة العامة حتى وكان يطلع بدور أنه يقوم بالإنتاج المشترك من برامج توعوية وبرامج تستهدف الطفل بالتالي كان فكرة تفتح يا سمسم موجودة من عندهم وكانت هي فكرة تعريبية لبرنامج اللي هو السيسمي ستريت المعروف لكن بصيغة خليجية موجهة للطفلة الخليجية نحن ربين نويا واليوم نحاول بعد أن نرجع عيالنا ونخليهم يشوفون فتح يا سمسم نسخ محدثة أيضا صحيح طبعا فتح يا سمسم من يعني دائما أنا أقول في ناس تضحك تقول فتح يا سمسم لا لا تستهين بالموضوع ترى مدرسة ترى ترى رباء أجيال وعزز فيها مفاهيم الانتماء الخليجي حتى اللهجة واللكنة يعني وحتى الممثلين الموجودين كانوا فهل في تجارة يعني مشابهة ستقامي افتح يا سمسم حقا نجاح له سلامتك حقا نجاح له مؤسسة التاج البرامجي انتجت عديد من البرامج يمكن احنا بعض البرامج ما ننتبه لها لانتيع على هيئة مسلسلات تنعرض في تلفزيونات خليجية ما نشوف التتر في النهاية اللي يبين لك انه هو انتاج مؤسسة برامج مشترك حلو أعدد بعض البرامج ممكن ما تعرفوا معقول المؤسسة هي تعد هنا اعمل مؤسسة اذا في خلل اذا في خلل مسألة ترويج مسألة الان القضية ان المؤسسة كانت كجهاز مستقل حاليا بعد احدى القمم الخليجية كان هناك طرح مبادرة قادم الحرمين شرفين الملك سلمان الله يحفظها ان الاجهزة الخليجية وهي عديد من الاجهزة الخليجية انها تنظم تحت الامانة العامة فحاليا الحين احنا مؤسسة البرامج المشترك هي تحت مضالة الامانة العامة جميل يعني فنيا اداريا ان شاء الله وايضا جهاز اداعة ترويجون الخليج كجهازين ذراعين علاميين موجودين انا بالنسبة لي كغطاء علامي بالعكس يعني هذين الجهازين اللي انا عندي تعاون حلو معاهم حتى من ناحية الانتاج البرامجي افتح ياسمسم بالنسخة الجديدة طبعا موجودة حين في الامارات صحيح مو مؤسسة الانتاج لكن بينهم ترابط وبينهم يعني تعاون في حالة ان احنا احتزنا ان الحدث يصيرناك في تنسيق نعم كانت لنا تجربة حلوة في مهرجان الجنادرية العام الماضي او لا هذه السنة بداية هذه السنة وكان من ضمن الاشياء في جناح الامانة واللي ميزها بالفعل ان احنا كان عندنا عروض ثلاثة عروض يومية لإفتح ياسمسم الشخصيات الكاركتر كيف المستفى على الناس خاصة الاطفال انا استغربت اول شيء باللعلاميين يعني اتذكر صار لي موقف طريف يعني احد الصحف السعودية المشهورة كان صحفي جناح الامانة وكان يسألني قال لي عندكم مسرح انتم سوينا لإفتح ياسمسم قلت لها بالفعل وهذا الهدف مننا احنا ويتاركت الطفل ونعزز المفاهيم الخليجية فيه ونذكرهم بإفتح ياسمسم إفتح ياسمسم ارتباط معنا فالظاهر المذيح رغم انه أكبر مني سنن يعني الظاهر كان من جيل يفتح ياسمسم فانا قاعدة أبقى أشرح له لأن يعني الجناح الامانة في حتى المكتب الرقمية كان يرجع يقول لي نعمان موجود قلت له أي كاركتر يعني موجود يعني فارجع أقول له العناوين الاصدارات الامانة في رجع لي نعمال ملسوم موجود قاعد اهتم بالشخصيات فقلت له بالفعل موجودين ونحن من خلالكم ندعو الأطفال وكان في اقبال يعني منقطع نظير على جناح الامانة هذا يأخذنا لنكتة أن الامانة لها دور فعال جدا في مسألة تعزيز الانتماء والهوية الخليجية صحيح ما عليك شوف نحن عندنا مركز لحصاء الخليجي هذا موجود فيه سلطنة عمان وهو كهجهاز يتبع الامانة مركز لحصاء الخليجي مركز جدا شغلة جميل وحلو يمكن قبل ما كلمتش الآن قبل ما دخل السيديو وإحنا بثينا على حسابنا في التوتر حصائيات عن التجارة البينية بين دول المجتعان والولايات المتحدة صادرة كلها من مركز لحصاء الخليجي فأهم يعني كمركز يصدر حصائيات جميلة وحلوة وكان لهم يعني مبادرة جدا جميلة معنية بالطفل أصدروا مطبوعات مطبوعين موجهين للطفل أصدرات وإحنا وزعناها هذه حتى في مهرجان الجنادرية حال لما يأخذها الطفل كمطبوع أول شيء يتعرف على علام الدول تعرف على الترادشنال يعرف أسامي الدول يعني تستهدف الطفل الصغير فتبين له في النهاية لما يوصل مع المطبوع أنه انتمائك ليس لدولة واحدة انتمائك لمنظومة فتبتدي أنت ترسخ فيه من صغرته وين انتمائك وين جذورك شنو أنت أهدافك ففي الفكرة اليوم أن أنت كأعلام بس هي عملية معقدة حقيقة يعني تطلب تظافر جهود يعني نحن نتكلم على منظومة خليجية يعني تطلب تظافر جهود وزارات الإعلام فكيف يعني تضمنون هذا التظافر وهذا التكامل ما بين وزارات الإعلام الخليجية مع الأمانة نحن كالقطاع العام للإعلام متواصل استراتيجي معنيين بلجنة وزارية هي لجنة أصحاب سعدة والسبو وزاراء الإعلام في الدول هي هذه اللجنة تجتمع سنويا تسبقها عدة اجتماعات فنية على مستوى وكالات المباح على مستوى الإذاعة التلفزيون الترددات الهندسية الإعلام الجديد حتى الإعلام الجديد في لجنة جميل هذه اللجنة تجتمع وتنسق مما بينها أي مشاريع جديدة أي متابعات لقرارات سابقة وترفعها كتوصيات وما تم إنجازه إلى لجنة وكلاء وزاراء الإعلام وأيضا من ضمن التقارير اللي ترفع فيه تقرير يرفع من المكتب الفني للإتصالات الهندسية والترددات المقرة في البحرين ومن مؤسسة التوجي الخليجي المشترك اللي موجودة في الكويت وزهاز إذاعة التلفزيون الخليجي الموجود في الرياض كتقارير نشاطهم السنوي وشنو يعني خططهم المستقبلية طبعا جهاز الإذاعة يمكن أعتقد استضافته لأخ مجر مدير عامل الجهاز معني مثلا بإقامة المهرجانات الخليجية مهرجان الإذاعة وتلفزيون فكل هذه التقارير تتجمع تقارير اللي جان ترفع لي اجتماع الوكالة اللي يسبق اجتماع الوزراء نعد الأجندة ونشوف شنو إحنا اللي حققنا من توصيات المشاريع اللي بتيون نرفعها لإجتماع وزراء الإعلام لما يجتمعون الوزراء يقررون يعتمدون قرارات يرفعون بعض القرارات معتمدة إلى مقام المجلس الأحلى لأصحاب الجلالة والسمن والقادة وفيكون في هناك تعاون وتكاوم الحق العمل الإعلامي أستاذ فيصل الشيخ ربما مسألة التنسيق مع وزارات إعلام وجهات رسمية مسألة قد تكون سلسة وفيها نوع من الانسيابية لكن كيف تنسقون ما بين هذه المؤسسات الرسمية والمؤسسات الغير رسمية يعني نحن الآن نتكلم عن إعلام مستقل منافس متواجد في الساحة بقوة ويقدم رسائل ولها قاعدة جماهيرية واسعة مقارنة بالإعلام الرسمي ومن يتابعه فكيف يتم التنسيق ما بين هذه المؤسستين أنت عندك رسمية وغير رسمية والأمانة له دور كجسر يعني ما بين الاثنين فيه أمور واي تتلقى مع بعض بس نحن يعني كدور الأمانة أمانة مجلس تعاون نحن دورنا التنسيق دائما كجهاز تنسيقي نقدر نقول السكرتاري اللي تابح اللي قادة دول مجلس تعاون فالاجتماعات المعنية بقرارات وعمل مشترك تكون بين الأجهزة الرسمية لكن كقطاح اليوم أنا تهمني عملية التوعية في الشارع في الدول يهمني الريتش اللي أنا أوصله للمجتمع المحلي خلنا أقول الدول المجلس تعاون يهمني اللي أوصله حق المجتمع الغربي بعد عشان يفهم شنو مجلس تعاون وعرفه أكثر هذه نقطة مهمة لتعاونكم مع الإعلام الخارجي أيضا فتعاملنا مع الإعلام الرسمي هو تأذية دورنا وتأذية مهمتنا تعاملنا مع الإعلام المستقل أو الخاص هو يتركز على عملية بناء الجسور ومد يعني نفتح أبواب للتواصل بحيث أن أنا اليوم عندي كثير من الأمور لأنا أحتاج أغطيها ما بيع أكتفاغها فتتتجون للشركات الإنتاج الخاص مو قضية إنتاج قضية أنت اليوم أنا أنت مثلا قناة الشارجي نعم أنت قناة رسمية صحيح أنزين حتى قناة رسمية ممكن أن ترتب مع الأمانة أن ننتج بعض الأفلام وثاغين أن نسوي بعض المقابلات نفس الوضع يسوي بعض القناوات الخاصة تطلب مقابلات تطلب إنجازات تفرزها تريد أن تفرزها تريد أن تفرزها قضية إنتاجنا كإنتاج إعلامي طبعا نحن في ظل وجود مؤسسة إنتاج البرامج المشترك نحن إنتاجنا يكون من خلال المؤسسة كأفلام تطلب أحيانا حتى من دول مجلس تعاون نعم دولة معينة تريد أن تركز على الجانب من خلالنا من خلال مجلس من المؤسسة في الجانب البرامج الإذاعية تجربة مثل خليج نواحد سياحة الخليج خليج العربي مثلا عملية إنتاج نحن عندنا في فيلمين تم إنتاجهم لحد الحين ما يكثوا إنتاجاتهم مؤسسة البرامج المشترك بالتعاون مع الأمانة بالتنسيق فيلم واحد يتحدث عن الهوية الخليجية جميل جدا وفيلم ثاني يتكلم عن اللهوة التراث والآثار في دول مجلس تعاون الجماعة في المؤسسة أعتقد للتو قبل يومين أنهوا التصوير في دول المجلس قدوا لهم جولة والطاقم خليجي طبعا والطاقم خليجي والإنتاج خليجي وشو دور الشباب لهم موطأ قدم في الإنتاج هذا وفي العمل هذا طبعا القائمين على العمل طبعا أنت ما تقدر تفصل الخبرات عن الشباب اليوم صحيح مثلا المؤسسة يرس شخص خبير كان وكيل وزارة سابق سابق لأننا نعرف أن الأمانة توجه واهتمام بالشباب ومعهم شباب اليوم أنا أفخر كقطاع علامي عندي في الأمانة يمكن نحن ما بالغ يمكن النسبة عندي 95% من القطاع كلهم شباب ما شاء الله كلهم شباب والحلو في الموضوع شيء مفرح حقيقة وعندك تتوزع بين إدارات وبين رئاسة الأقسام يمكن عندي خمس من رئاساء الأقسام خمسة وأربع من البنات ومن الناس الويل ومن الناس الذين عندهم مبادرات ويعوّل عليهم الكثير يعني أنا أقول المستقبل للشباب طبعا لكن أنت دائما لا تلغي الخبرة عملية تكاملية أكيد أن تكون امتداد لمن سبق ابني على ما حققه من إنجازات وإنت اليوم يمكن أن أنت أنت ويعني أن عندك وسائل متقدمة جدا أنا أتذكر بداياتنا في الصحافة يوم بديت في صحيفة الخبار الخليج في البحرين في 1999 أتذكر يوم دخلت الغرفة مالة وكالات الأنباء الغرفة كانت عبارة عن أجهزة مثل الفاكسات كان يطلع أوراق فأنت عشان تصيغ الخبر اللي معني مثلا بأخبار دولية تحتاج تأخذ هذه الأوراق وتقصصها وتقراها وتفرغها وتركبها كأنها خياط إذن بعدها بسنتين تم الاستغناء عن هذا الموضوع ودخلت الكمبيوترات فالوكالات تأتيك على الكمبيوترات يعني هذا ونحن نتكلم عن يعني فترة التسعينات ومبالك الحين تتطور التكنولوجيا متلاحق على الستمارتفون أنت تقدر الوكالات تأتيك المواقع الأخبارية فأنت ما تتعب وحتى الصحافة ما صارت ما تتعب مع الأخبار الخارجية فالزمن يتطور اللي قبلنا عاشوا حققوا إنجازات في زمن صعب ممكن الموارد ما كانت منتوفرة بالأرياحية اللي موجودة الحين صحيح أتكلم عن جانب إعلامي اليوم يمكن نقول الجيل الحالي مدلع شوي في قضية أن كل شيء متوفر جداما تبقى أنت كيف تطلع بالكواليتي مالك أنت كيف تستطع نجمك كيف يستطع ربما هذه النقطة تقودنا أيضا دورات التدريبية اللي تقوم بها الأمانة يعني لمختلف الشرائح اللي تسهم في خدمة دور الأمانة ورأيتها اليوم كمنظومة الأمانة العامة ومستعاون عندك عدد كبير من الموظفين العاملين في الأمانة وأجهزتها من مختلف لول منش التعاون عملية التدريب مستمرة في الأمانة وعندنا إدارة معنية بالتدريب قسم معنية بالتدريب وعندنا لجنة معنية بالتدريب يعني كانت شكلت بتوجيه من معاني المحام دكتور عبلة البراشد الزياني لإيمان بأهمية التدريب مهم أن أنت تطور اليوم الطاقات الموجودة كان لديكم برنامج مواهب آخر فترة في برامج برامج تعدد مختلفة والآن نحن في صادق الأخوة القائمين على التدريب في صادق عدد حقائب تدريبية وحزام تدريبية وبرامج متكاملة حق التدريب الفكرة من اللسانتكم في المهم نستعين غالبا نستعين بمعاهد الإدارة العامة في دول المجلس مؤسسات الإعلامية الخليجية مراكز التدريب كثيرة أن يطلبون التعاون مع الأمانة طبعا الأمانة تشوف في تعقد اجتماعات وتفلتر وتشوف شنو اللي يأنسب وترح معه في النهاية الهدف أن نحن ننتج الشيء اللي يفيد في الجانب الإعلامي في دورات إعلامية يعني متدرجة حسب المستويات تعقد الأمانة من خلال التعاقد مع مدربين من الخارج أو معاهد الإدارة أو حتى بعض المؤسسات التدريب الخليجية الهدف أن أنت أول شي تشوف المضمون أهميته بالنسبة لك لما تطبق هلأ بعدين تطبيق عملي على أرض الواقع فهذه المعايير المهمة عملية التدريب جدا مهمة لأنه يعني تطور ملكات الشخص وتطور قدراته وأحيانا تكتشفين جوانب مخفية صحيح في الشخص المتدرب يعني في تجارب يعني في الحقل الإعلامي مشكلة يشتغلون في الإعلام أنا ما تكلم عن المانا كعموم صحافة وإعلام مشكلة يشتغلون في الإعلام خريجين علاقة عامة وإعلام موهبة سبحان الله وفطرة إعلامية تكون عندهم موهبة متى تتكشف تكتشفينها أحيانا فجأة والشخص بنفسها حيانا مش مدرك عند هذه القدرات وفي المقابل ترى نماذج فطرية موجودة يعني بنسبة متفاوتة في الشخص لكن هي صاحبنا هي تكون علم مكتسب أنا دائما أقول فيعني ممكن تسقل عن طريقية فمن شذي كان اختلافي مع بعض الأخوة اليوم في قضية أنت اليوم هل هي حرفة ولا هي مهنة هي حرفة الإعلام مثل الخزاف اللي قاعد يصدع على جرة حلوة إذا واحد ما يعرف موه فنان ما يقدر يسويها فهي حرفة لأن تزايدة عدد الصحف تزايدة مؤسسات الإعلامية ودخلنا موضوع القطاع الخاص والتنافسية انحرفت يعني النظرة عن المهنة إلى من الحرفة إلى المهنة فالمؤسسات تحتاج كوادر تحتاج طاقات فصارت توظف اليوم أحد الأشخاص قال يعني في الإعلام صار خطلطة الحوابل بالنابل وبالفعل توصيف يعني صحيح مع الاحترام لكثير من الإعلاميين يعني عالم مفتوح الدنيا كلها بين يديك وأنت أنا تذكر في فنون الصحافة كتابة العمود هو آخر فن صحفي أنت تبدأ أول شيء بصياغات الأخبار وتبدأ بكتابة تحليلات ودراسات على صفحات مقالات متوسطة وبعدين توصل للفن الصحفي يفترض الأكثر صعوبة وهو كتابة المقال نحن في العالم العربي يمكن أن أتحد شوي لأنا أول ما بدأت في صحبة أخبار خليج كان رئيس قسمي خريج مركز الدراسات في الأهرام وأنما أتكلم عن الأهرام أتكلم عن مدرسة إعلامية صحيفة عريقة صحيح عدد الأعمد اليومي الذي فيها خمسة فقط واليوم نحن نشوف جرائدنا ما شاء الله أنا عصرت فترة فترة واحدة من الصحف عندنا 16 عمود يومي فأنت لا أهناك في مدارس وإنت شلون تتدرج في انتقاء وفي مسؤولية تجاه الكلمة التحول من مراعاة أو الاهتمام بالكيف إلى الكم نعم حولنا اليوم إلى أن المعايير انقلبت نعم وصاروا دخلوا علينا ناس وائد أن نتحولوا إلى إعلاميين وهما الاسس في الإعلام مموجودة أستاذ فيصل الشيخ خلنا شوين نطرق للجانب التشريعي والجانب التنظيمي شو رأيك في قوانين الإعلام الخليجي وهل هي مواكبة للمتغيرات التي حولنا في المنطقة شوف دائما الطموح أن يكون عندنا قانون موحد ميثاق شرف وفي تجربة حق الأمانة أننا تم مصدار ميثاق شرف ويحتاج إلى تحديث وهذه الأمور لكن المشكلة أين تكون أحيانا أنت اليوم عشان تطلع شيء موحد لازم أول شيء يراحي الخصوصيات الموجودة في كل دولة نعم صحيح كل دولة لها سياسات التحريرية والسياسات العلمية اليوم دعنا نظر مثال من البحرين باعتباري أنا بحرين لأننا نتذكر كإعلاميين وصحفيين كنا دائما نطالب بقانون متنور وأكثر مفتاح للصحافة والنشر وهذه الكلام كان من سنة 2002 كان عندنا قانون طبعا لكن اقترحنا حتى من خلال جمعية الصحفيين أننا نبنطورة بحيث أننا تكون حماية للصحفيين حماية للإعلاميين خاصة أنت كاعلامي اليوم مستقل تحاول أنت تمارس النقد فأنت تكون أحيانا مستهدف من جهات ومسؤولين مفاهمين التركيبة الصحيحة للإعلام ودورها والانتقاد للبناء اليوم النبض الشارع الحمد لله اليوم نقدتنا في الدول وكبار المسؤولين في الدول يعرفون قيمة الإعلام وشفافية أيضا عندهم حتى على منصات التواصل على تويتر وعلى غيرها بالفعل تجد في تفاعل وإيضا في انتقاد وفي تصحيح وفي توجيه فأهم أول ناس يضمنون حريات الإعلام وهما أول ناس يدعون إلى يا جماعة أنتم ساعدوننا كمواطنين في بناء دولكم في تصحيح المسارات من خلال النقد البناء وأنا أتكلم عن النقد البناء لا أعني في التشهير ولا أعني في التجريح ولا التطاول ولا الشخصة أنا نقدر الهدف أنا لا أعتقد قطاع أنا أعتقد لأجل الإصلاح صحيح لا أعتقد لأجل الانتقام والتشفي وإستهداف الشخص وهذا خطأ يعني أكيد هناك إعلام يسطاد في الماء العكري يعني هذه قضية القوانين كانت لعملية حماية الصحفي لكنني بعد في طرح مغاير اليوم يمكن أن طرح بعد في حل الدرسات ليس قضية أن صحفي إنسان والإعلام إنسان منزح عن الخطأ بحيثنا أنا أوفر لقانون يحميه وبعدين أقول لأتفضل هذه مسدس القلم حوله إلى مسدس وضرب أي أحد تراه وأنت بمعزل عن المسائلة هذه خطأ جدا هذه خطأ يفترض أن أنت فيه قانون يحميك من أي عمليات استهداف يعني أنا أعتبرها تعارض نهج الدول في الحريات من 2002 لليوم نحن قاعدين نطلب أنه بقانون جديد للمطبعات والنشر الإعلام والصحافة عندنا البرلمان أهم البرلمان صار التعطيل منهم من الغرفة التشريعية بحيثنا شنو أنت اليوم واحد من البرلمانيين يقول لي إحنا دمشينا القانون أنتوا كصاحفيين بتشلخوننا كنواب و هالأمور فصار فيه تعطيل وفيه مسجلات المشكلة الحين وصلت لمرحلة حتى لو أقريت القانون بطرح اللي طرح سابقا ما عادي يفيدك لأن اليوم أنت تحتاج أيضا لقانون معني بالإعلام الجديد نعم صحيح معني بالسوشال ميديا صحيح يعني في القوانين يمكن تحكم العملية لجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات وغيرها لكن لا يغني عن القانون العام وحد والقوانين تختلف من دولة لدولة أحيانا ما هو متاح في دولة غير متاح في دولة أخرى فيعني أنت تحترم هذه الخصوصية نعمل نحن في يوم من الأيام نحن نصل لمرحلة أن نحن تكون عندنا قوانين متشابهة أو تحت مضلة قانون عام ويراعد تفصيلات وهذه في الآخر مسألة مسألة رقابة ذاتية الواحد وحسة وحرصة يعني على الكلمة اللي بيكتبها أو إنشرها مهما تحطين لقوانين يطلعون لكناس دائما تحاول تسبح عكس التيار السباحة عكس التيار مو بمحرمة لكن لو كانت تهجف إلى تحقيق صالحة أنا أعتبرها بالعكس سباحة حميدة أنت قاعد تطلع عن الروتين المعتاد وقاعد تطرح شيء جديد ترى الكلام في شوان الإعلام ما يخلص ما يخلص شجون وهموم الجلسات اليوم أنا تعمتنا أتكلم آخر واحد لأن كنت مستمتع باللي طرحونا تسمع لهم وأحس فيه فرق بين الأجيال الجيل القديم خايف من السوشيال ميديا صحيح الجيل اللي يريد ترى السوشيال ميديا بالعكس نحن تكلمنا عن الأهداف وتكلمنا عن الرؤية والرسالة شو الشيء اللي نحن لازم نوصل لها لازم يعني ننتجه لازم نتكاتب فيه عشان نحقق رسالة ما زلنا ننتظرنا نوصل لها شوفي الأمانة موجودة لخدمة كل مواطن خليجي وإحنا كقطاع علامي في الأمانة علينا مسؤولية أن نحن نوصل المعلومة لكل مواطن خليجي إن هذا المجلس مجلسك هذا بيتك هذه المظلة التي تشكل كياننا كلها حققت كثير من الإنجازات والإنجازات ملموسة وموجودة علينا مسؤولية نحن نوصلها ونحن نبين حق الناس هذه اللي تحقق الجماعة نعم اللي نحن نأمله طبعا دائما ونسعاله من خلال عملنا مع الأجهزة المعنية قضية إبراز هذه الإنجازات ومن خلال أيضا الإنتاج المشترك اللي صير من يعني فيديووات وحالأمر كله برامج صر بمأساس إنتاج برامج مشترك يبث من خلال تلفزيونات مجلسة عام نحتاج أن نسوي أمور أكثر يمكننا نتكلم ويعني نحن حاليا نقعدين في ترتيبات مع دولة الرئاسة دولة الكويت لإقامة اللي هو الأيام الخليجية جميل وهذه أيام جاءت بتوجيهات مباشرة من قادة الدول اللي يحفظهم بعد تجربة قامت فيها الأمان اللي هي أيام الخليجية في أوروبا جميل قمنا في السنوات الماضية أنه كانت في زيارات لأوروبا بتعريف دول مجلس التعاون الإنجازات ولكلام وفي إحدى القمم القادة اللي يحفظهم قالوا إنزين نحن ليش قاعدين نروح للمجتمعات الغربية ونقول لهم مجلس التعاون أول شي نركز على عيالنا على عيالنا فنشوف عيالنا فاهمين مجلس التعاون حارفين فنوصلهم من الجزل فكانت الفكرة أن تكون الأيام الخليجية في الدول الخليجية عند دولة الرئاس فالحين قاعد نحن نرتب مع الأخوان في الكويت من خلال وزارة الإعلام أمم يعني ما قصروا بعد موسكين أمم نفس ما نقول الكورلينيشن مع القطاعات حتى المسألة مش متعلقة بس بوزارات إعلام حتى وزارات التربية والتعليم الهيئات السياحية الهيئات الثقافية كلها يعني في النهاية منظومة متكاملة بس الفكرة أن الترتيب عند الإعلام الكنترول ليش لأن أنت في النهاية معني بتغطية كل الأحداث هذه فإن شاء الله نعملنا تكون بداية نوفمبر الأيام الخليجية في دولة الكويت وهي مو أيام معنية دولة الكويت فقط أيام معنية بكل دول مجلس التعاون إن شاء الله تكون فيها عمليات إبراز لإنجازات المجلس الفلكلور الخليجي الجميل اللوحات الفنية المعلومات اللي قاعدت تنشر اليوم نشر المعلومات لجب أن يكون بطريقة ذكية عندك الفيديو لا تحب تقرأ كل شيء سريع أنصر بصري ثري الشيء الجميل ومثير طبعا هذا الشيء الجميل ومثير الذي نحاول نخطط فيه لإكسبو 2020 دبي لأمانة الحمد لأول مرة لأمانة إن شاء الله طبيعة المشاركة كيف ستكون ويعني نفس ما قلت الفكرة ترويج للأمانة العامة شن الأمانة العامة إنجازاتها أهدافها شنو هي تمثل دول مجلس التعاون شنو تمثل المواطن الخليجي أنت الزائر اللي بطير الإمارات بطير دبي من برع أجنبي في البرازيل في الأرقواء من أي مكان في الصين هل لك علاقة بمجلس التعاون هل لك ارتباط في اتفاقيات عديدة مع الدول في فتح أوجه تعاون ولازم هم يعرفون أنا تذكر البريطانيين في سنة 2012 واحد من اللوردات كان يتكلم لما الله رحمه الملك عبدالله طرح فكرة الاتحاد الخليجي فكانوا مهتمين بالموضوع فقالوا أنتوا توجهكم قاعد صنعوا نفس الاتحاد الأوروبي فهم يشوفون المنظومة كمنظومة لها قيمة وقوة ويهتمون فيها طيب هل هناك فكرة وجود قناة خليجية مشتركة تقوم عليها الأمانة إذاعة خليجية مشتركة تقوم عليها الأمانة والله شوف وتأخذ صيتها وانتشارها أنت لما تطرحينها كمبدأ تقولين أنا أبي تكون عندي قناة خليجية لماذا أنا أحتاج قناة خليجية واحدة ما اليوم المجلس تعاون هي قناة مجلس تعاون أنتوا اليوم حين هذه المقابلة مشكورين أنتوا قناتنا واجبنا طبعا ونفس الشيء نكمل بعض نفس الشيء الإذاعة نفس الشيء فيه إذاعة طبعا الخليج العربي فيها جهود تنسيقية كانت صغير وكانت فيه رسائل أسبوعية وفيه مضيعين رابط يذهبون من الدول فأنتوا حلو أنتواحد الخطاب الإعلامي توحد لكن بعد أنتوا اليوم كمجلس يضم دول عديدة الدول لها بعد يعني رؤيتها الفنية طريقة إبرازها للأمور فأنت أنا اليوم أنا يمكن أن أكون محظوظ أن أنا عندي في كل دولة خليجية عندي عدة قناوات خليجية حقيقة نعم حقيقة أهداف الأمانة تتلاقى كثير مع رؤية وهوية إمارة الشارجة الثقافية فشو رايك في هذا الجانب والله أنا شهاتي مجروحة في إمارة الشارجة وفي صاحب السمو الشيخ يعني عنكم تعزيز الانتماء وتعزيز الهوية وهذه دائما من الأولويات اللي لدينا حقيقتها الملتقة السابقة اللي صار ملتقة منتدل أي الاتصال حكمي الدولي وأبهرتني كلمة صاحب السمو إنسان مدرك لأهمية الإعلام مدرك كيف أن الثقافة هي السلاح أساسي لتطوير المجتمعات وتفتيح العقول وترقيتها يعني فهذه مو بغريب على الشارجة أنا دائما أقول أنتم صارين الإمارة اللي نحن نحس أننا بالفعل منارة للثقافة في منجل التعاون شيء يزيد نفخر ومشاركتنا في المنتدى السابق كانت جدا جميلة جدا ومنها انطلقت حتى الشبكة العربية وكانت الأمانة أيضا بعد تشرفنا نحن نكون حضو فيها واليوم حتى المنتدى اليوم تحت إدارة المجلس ديانا بطريقة مغيرة نحن تعودنا أن الملتقيات شخص يوقف ويقف بريزنتيشن بعدين أسأل لا اليوم كانت طريقة الجلسات الحوارية والبرينستورمينج والجماعة هنشغالين على التوصيات التي ترفع لجواب العربية والمجلس فبالعكس أنتم دائما تبهروننا بالجديد والجميل والراقي وهذه اندل على رقي والقيادة وجهود إمارة الشارجة شيخ الدكتور سلطان القاسم الله يحفظ من الشخصيات الخليجية التي مشارلها بالبنانة إذا كنا نتكلم عن ثقافة نعم رائع ناضي ثقافية صحيح فبالعكس الله لا يغير عليكم ودائما إن شاء الله نكمل بعض في النهاية ونحمض من منظومة وحدة سيد فيصل الشيخ المدير العام الإدارة العام للإعلام والتواصل استراتيجي في الأمانة العامة لمجلسة عود والدول الخليج العربية حقيقة سعدنا جدا بهذا اللقاء وبكونك ضيف في هذا الحوار الخاص بقناة الشارقة وأيضا ضيف في ملتقى قادة الإعلام العربي شكرا لتواجدك معنا العافو وشكر موصول لكم وأنا في بلدي وأنا مبضيق أنا من أهل البيت بظل وإن شاء الله دائما يعني من أفضل لأفضل ونطلع لنجاحات أكثر ومشكورين على حسن الإضافة وعلى المنتدى الجديد شكرا لك متابعين الكرام ختام هذا الحوار نلقاكم على خير اشتركوا في القناة